اكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في ترسيخ قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية والتعددية من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا واستدامة وازدهارا للجميع كونها ثوابت راسخة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه سعادة السيد خالد عبدالسلام المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى التاسع والسبعين لدخول الميثاق الأممي حيز التنفيذ وأعرب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون البناء مع العمم المتحدة ودعم مبادئها ومقاصدها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان مثمنا النتائج الإيجابية المحققة في ضوء وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع 21 وكالة أممية للفترة 2021-2024 وتطلع المملكة لتمديد هذا الاتفاق الإطاري للسنوات الخمس المقبلة وتعزيز مكانتها المرموقة في مؤشرات التنمية البشرية والحكومة الإلكترونية وتقدم المرأة والشباب والرعاية الصحية والتعليم وفقا للتقارير الدولية وأشهد سعادته بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أبرزت تقدم مملكة البحرين في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي واقتراح إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحكمة تطوير ذكاء الاصطناعية ودعمها لأهداف التنمية المستدامة وميثاق المستقبل وتكريس التعايش السلمي والتعددية والتنوع الثقافي بعد مبادرتها الإيجابية أمام القمة العربية الثلاثين قمة البحرين وبحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة والدعمة للسلام والعمل الإنساني والضمان الأمني والازدهار للجميع ومن جانبه أكد سعادة السيد خالد عبد السلام حرص المنظمة الدولية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الوطيدة مع مملكة البحرين بما يدعم أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار بحضور معالي الأخبر مملكة توفي اشتركوا في القناة